اشتركوا في القناة من اسمها هي مقارنة تستخدم للمقارنة بين شخصين او شيئين للمقارنة بين شخصين او شيئين بينما درجات التفضيل هي تستخدم للدلال على شيء الذي لا يقارن في مجموعة افتهمت الفكرة زياد ركزنا عندك اليوم موضوعك درجات المقارنة لنشرع لكها مشكلة تفصيلين عندك comparative comparative and superlative عندك درجات المقارنة والتفضيل مثل ما عرفت المقارنة هي تقارن بين شخصين بينما التفضيل هي ليس بمعنى تستخدم للدلال على الشيء الذي لا يقارن عندك قاعدتين كلش مهمات عندك قاعدة المقارنة شنو قاعدة المقارنة انت مر عليك سابقا يقل لك فاعل زاد بعد الفاعل الاس لو الار زاد عندك صفة هاي صفة لو ضيف لها more لو ضيف لها er خليها بالك هاي صفة لو ضيف لها more لو er خذت تذكرون بالمحابرة السابقة علمتك شو وقت تضيف er وش وقت تضيف more اذا كانت الصفة ما لاتنه متكونة من مقطعين راح نضيف more بينما اذا كانت مقطع واحد راح نضيف er زائد ذان زائد اسم مفهول به اسم مفهول به هاي القاعدة الاولى خليها بالك هاي القاعدة نطلق عليها قاعدة المقارنة قاعدة المقارنة هاي قاعدة قاعدة المقارنة يعني اذا ردنا نقارن نقارن بهاي القاعدة يعني مثلا اردى قارن مثلا قيل لك الطاق is مثلاً بوع faster than an مثلاً elephant قارنت هذا الشيء الكلب أسرع من من الفي افتهمت؟ درجات المقارنة لاحظ مشيت على القاعدة فاعل is faster صفة ضفتلها er صفة متكونة من مقطع واحد استخدمت than والاسم المفهول بنا افتهمت الفكرة شنو استاد الاستاد افتهمتها نقدر نقارن مثلاً اقدر اقول لك a car is more expensive than a bike قارنت سيارة قلت لك سيارة اكثر غلاء من الدراجة افتهمت الفكرة شنو؟ هاي نسميها درجات المقارنة هاي درجات المقارنة بحيث الاستاد اذا اعطاك جملة قارن لياها زين؟ انت راح تستنت على ترتيب القاعدة تنزل الفاعل بعدها تستخدم ال is اذا كان عبدك جمع هذا الفاعل تستخدم ال r واذا كان مفرد تستخدم ال is زائت الصفة مقارنة تتأكد من الصفة المطيقية هالاستاد اذا لقيتها مقطعين تستخدم المور شون هساها المور استخدمت المور دور كتبت الصفة واذا كانت مقطع واحد راح تضيف لها er من اقل لك تضيف لها er اي يطبق عليه شروط ال er افتهمت؟ بعدها تستخدم الذان بعدها تكتب الاسم المفعول به افتهمت الفكرة استاد اقل لها استاد افتهمتها زين هاي بالنسبة شنو قاعدة المقارنة زين عنده قاعدة التفضيل قاعدة التفضيل بوا هم بالبداية تكتب الفاعل بعد الفاعل ماتك ال is او ال r زائد الذ زائد صفة هاي الصفة اما اضيف لها most او اضيف لها est يعني درجات التفضيل بها most وبها est زائد اس مفعول به هاي القاعدة الثانية هاي القاعدة شنسميها؟ قاعدة التفضيل قاعدة قاعدة التفضيل فتهمت الفكرة؟ هاي قاعدة المقارنة هاي قاعدة التفضيل شنو قاعدة التفضيل؟ مثلا الاستاذ الطاب مثلا نقال لك he is the tallest group بوا قاعدة التفضيل فاعل ال is درجة التفضيل بابنا هنا شنو the بعدها شنو صفة الصفة ضمنها ضمنها est هو هو الأطول وين في المجموعة بدون مقارنة هو الأطول بالمجموعة بينما هاي درجة مقارنة نقارن بين الشيئين أو شخصين أو اسمين في تهمية زياد مثلا أقدر أقول أقدر أقول مثلا أقدر أقول لك الطائرة هي الأسرع وسيلة نقل في العالم أكو شيء بعد أسرع معناتها لا باوع قلت هنا هو أطول الأطول في المجموعة افتهمت الفكرة شنو الدرجات التفضيل هسا قمت تتميز بيناتين زياد عندك ملاحظة خاف يجبوا لك على شكل اختيارات هم دائما هذا الموضوع يركزون عليه على شكل اختيارات في الغالب عندك ملاحظة يقل لك إذا وجدنا ملاحظة نختار صفة تفضيل بنقل لك صفة تفضيل بين قوسين إذا لقيت صفة بها است أو صفة بها موس اختارها إذا لقيت شنو ذي قبل القوس بينما إذا وجدنا إذا وجدنا الذان بعد القوس بعد القوس نختار صفة مقارنة ولكن بين قوسين الصفة التي تحتوي على er أو الصفة التي تحتوي على more يفت揭 قبل القوس مرتك ذي ستختار الصفة التي تحتوي على most أو est بينما بعد القوس مرتك phone تختار الصفة التي تحتوي على er أو more زي أنا كاتب لك حاول تكتب خاول تكتب الياي إذا ما عندك ملزمة bout هس شنسوي لاحظ عندك طريقة الامتحان هاي طريقة الامتحان باو هنانا مطيك اختيارات مطيك اختيارات بالامتحان خاف يطيك اختيارات مطين اختيارات بينصفة BE more وبينصفة بيها شنو must قل اختار لي زياناني جيت اضاعت للجملة بعد القوس ش لايجيت لقيثteenth قلت عندما لقيث Direction اختار الصفة التي تحتوي على most لقيث Third زياناني ش لايجيت لقيث That if we Cash اختار هاي هنانى نفس الحالة اقتاني جملة بعد ق chính اختيارات بين the are وال Estado زيان اجت قبل القوس ما انت ش لايجيت اق книية الففل لو suffer اختار الصفة التي تحتوي على 아� نفس الحالة قبل القوص اختار الصفة التي تحتوي على EST الصفة التي تحتوي على EST الصفة التي تحتوي على EST الصفة طوعة الطاني better تذكرون لو paste تذكرون ذلك صفة تنطى تكيان قلت لك ذلك من الشواء تذكر هنا قلت لك الإستاذ إذا أراد يضيف ER قلت لك ضيف ER يصير عندي better وإذا أراد لها EST يصير عندي best ها فتهمت الفكرة شنو؟ زيناني شرقت هنا ذي إذا أخترت درجة التفضيل هنا لقيت الذان أخترت درجة المقارنة فتهمت الفكرة؟ طلبنا العزاء هذا كل ما متحلق بالمحاضرة مالتنا إن شاء الله يكونوا السفادية من عدها وإن شاء الله نشوفكم بالمحاضرة القادمة ثمان لله